والنهاردة في هذا الإطار أنا أتكلم معاكم النهاردة عن مجهود رائق وفائق مجهود يذكر فيشكر مجهود في الحقيقة مجهود مليان بركة ونعمة ومحاولة لحل مشكلة من مشكلات المجتمع وهو المجهود اللي حصل في هذا الكتاب هذا الكتاب مجهود رائق وفائق من دار الإفتاء المصرية على رأسها فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور شوقي علام الكتاب ده هو اسمه دليل لأسر كتاب في غاية الدقة في مسألة الإرشاد مسألة الإرشاد إلى قواعد ومبادئ مهمة جدا جدا في الحياة الزوجية الكتاب ده ما كانش بس كتاب ممكن يقرأه المتزوجين ولكن الكتاب كان جهد مهم جدا جدا في منظومة الحياة الزوجية وهو الكتاب اللي على أساسه تم تدريب كل المأزونين في جمهورية مصر العربية كتاب في الحقيقة بيدعم حلقة مهمة جدا 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 من حلقات الحياة الزوجية الحلقة اللي بيبتدي به كل زوجين حياتهم الأسرية المأزونين تخيل لما كل مأزون يكون هند وعي بالأسس والقواعد اللي ممكن تتأسس عليها الحياة الزوجية ويمد المتزوجين بهذه الأسس قد إيه الحياة الزوجية عاد تكون وصلت إلى بر الأمان بل وصلت إلى مفتاح من مفاتيح السعادة الحقيقة الجهد اللي بوزل في هذا الكتاب اللي هو ضمن المشروع القومي من تنمية الأسرة المصرية جهد لابد أن نحن نشكر عليه دار الإفتاء المصرية ونشكر فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام على ما قام به من جهد ومن تنوير ومن حرص على الحفاظ على الأسرة المصرية جهد فائق ورائق إن شاء الله يستمر ويعظم أثره وإحنا منتظرين أن كل الجهود اللي موجودة في دار الإفتاء المصرية في هذا السياق يتم استثمارها من كل مؤسسات الدولة لأن في الحقيقة هذا الدليل في الحقيقة وفى وكفى في احتياج حقيقي وهو التوعية الخاصة بحلقة مهمة من حلقات الحياة الزوجية وهي حلقة المأزونين جهد مبارك ونشكر كمان معالي وزير العدل على ما قام به من رعاية لهذا المشروع الكبير الذي أظن أنه سيكون له أثر كبير وبالغ في حياتنا الزوجية ترجمة نانسي قنقر